أقول شكراً لك يا رب، مرحباً جيف، لدي سؤال أريد أن أسألك، ما الأنواع التي تمتلكها؟ هل الحشرات تشاهد في يوم الأب؟ لا أعرف إذا كان لديها أشياء، هناك أعلى، لا أعرف. إذا كانوا يشاهدون سباقات السيارات، تلك السيارة، الحشرات تشاهد سباقات السيارات، حسناً أعتقد أن دون لم يكن هنا. لذا نحن ذا في يوم الأب، وظننت أننا بحاجة إلى بعض النكات الأبوية. ألا توافق؟ حسناً، منذ أن سألت لماذا فعل الكهرباء مع ابنه الفاسق؟ عاقبه، ظننت أنك تعتقد أن شخصاً ما. في الخدمة الأولى قال إنه صعقه، نحن لسنا من هذا النوع من الكنيسة. هيا ماذا يفعل الأب الأصلح؟ ماذا فعل ببطاقته الايتمانية في متجر الشعر الصناعي؟ استدفى أنتم تؤونه أوه، أنت أي نوع من الأحد يرتديها الضفادع مفتوحة للقدمين؟ أوه، هذا واحد. الرجان، يجب عليكم أن تسألوا زوجاتكم لتشرح لكم هذا. لكن هل سمعتم عن اصطدام السفن الحمراء والزرقاء في المحيط؟ الجميع كانوا عالقين. شرحها، خذ وقتك، قل لهم. قل لهم ماذا يعني أن تمزج الأحمر؟ ولكن مرة أخرى. أوه جيدا، ستوأ. هذا سخيف. ماذا يتعلم راكب الأمواج؟ عن أين يتعلم راكب الأمواج في مدرسة الركوب؟ انتهيت. كنت يجب أن أتوقف عند النكات المضحكة أيضا. حسناً، اليوم نحن في الفصل الثامن من متى؟ متى الفصل الثامن؟ اليوم نحن أستمتع بدراسة متى؟ نحن نستعد نحضر لنبشركم لمن خلال هذه النصوص الرائعة والثمينة. اليوم عنوان خطبتي كلماً، أينما، متى ما. قل ذلك معي، كرها معي، أينما كلماً، متى ما. سأطلب منك أن تقول ذلك عدة مرات، أينما كلما، متى ما، حسناً. لأن هذا دعاء، إن كنت ستصلي هذا الدعاء فعلياً من قلبك، ستجد مستوى جديد. من التلمذة سيبدأ في النمو في حياتك، وسنتحدث كثيراً عن ذلك اليوم. الآية سمتنش، متى سممية، فامتنش، هذه الكلمات عندما رأى يسوع الجمع حوله أمبر بالعبور إلى الجهة الأخرى. حسناً، ينزلون من الجبل يصلون إلى بحيرة الجليل وسيذهبون إلى الجهة الأخرى. يبدأون في العبور لبدء خدمة المسيح. بدأ خدمته في المعمودية عندما ضيوهنا، بدأت الساعة تدك، وعلى خدمة. الوقت كان في الوقت المناسب. كان يفعل ما فعله في الوقت المناسب، أينما، ومتىما، وكيفما. صحيح؟ لذلك كان يفعل ذلك في الوقت المناسب جداً. يسوع يدرك أن لديه شيء يجب أن ينجزه. لديه كمية لا متناهية. لديه كمية محدودة من الوقت ليقوم بعمل لا متناهي. لديه كمية معينة من الوقت على ذلك التقويم. التقويم الذي كان قبل ألثين في العام، الذي كان عليه أن ينجز الأمور في الوقت المناسب بالترتيب الصحيح. كان عليه أن يكون في الأماكن الصحيحة كان عليه أن يكون في الوقت المناسب كان عليه أينما ومتاما وكيفما عليه أن يفعل ذلك كان يدرك ذلك نزل من الجبل في الوقت المناسب تماما خرج من الجبل الخطبة على الجبل كان التوقيت مناسبا قال كل ما كان يجب أن يقال ونزل من الجبل ليبدأ خدمته حذر الناس الذين شفاهم من عدم الثرثرة من إخبار القصة عن الشفاء لماذا كان يفعل ذلك؟ لماذا حث الناس على عدم لا تخبر أي شخص لم يكن الوقت المناسب؟ مهما كان في أي وقت لم يكن الوقت المناسب في نهاية المطاف سيكون التوقيت صحيا لكنه لم يكن كذلك في التقويم أو الساعة كان على تقويم الأب وساعة الأب لم يكن الوقت المناسب كان بحاجة إلى عبور بحر الجليل لجميع أنواع الأغراض المختلفة كان لديه عاصفة للهدوء كان لديه الشياطين لممارسة الرياضة كان لديه أخبار جيدة ليقول لغير اليهود الذين عاشوا على الجانب الآخر من بحر الجليل تلك التجمعات كان لديه أخبرهم اليوم يصعد التلاميذ إلى القارب ويخرجون مع يسوع إذا كنت تريد الذهاب من أمريك كنت الميذاً للرب المسيح فأنت بحاجة إلى ركوب القارب معه الآن القارب ذاهب أن تكون قصة استعارة أننا تحمل معنا عظيماً اليوم من خلال هذه الدراسة وخمسين هذا التعليم القارب يعني أنني في القارب مع المسيح أنا في لهم معه أنا أعيش حياتي معه إنه يعيش حياته معي نحن نذهب معه نحن نقوم به أي وقت في أي مكان نحن في القارب معه لا يمكنك أن تكون تلميذة الرب المسيح ولا يكون في القارب لا يمكنك عليك أن تكون في القارب معه حسناً دعنا نرى ما إذا كان بإمكاننا معرفة ما نحتاج إلى القيام به هنا أنا أيضاً أريد منك أن تعرف أنهم لم يكن عليهم الدخول إلى القارب مع اليسوس لم يكن عليهم ذلك كانوا قد سمعوا له تعاليم على الجبل التي تخدم على الجبل لقد نزلوا معه لم يكن لديهم للحصول على في القارب كان بإمكانهم العودة إلى حياتهم يمكنهم ذلك وهكذا يمكنك كل واحد اليوم يمكنك أن تقرر المسيح أو تقرر ضده يمكنك أن تختار ذلك أو تقبل أو أرفضه كل شيئناً ممكننا تجيزي متروك لك لقد اختارك اليسوس ولكن عليك الرد أنت RSV تحتاج بالتوى القول أنا أقبل ذلك اذهب معك الجميع يحصل على اتخاذ قرار الجميع يحصل على أن تقرر أن تكون في القارب مع اليسوس ترى لأن عندما قرر ركوب القارب مع اليسوس فإنه يغير كل شيء يغير كل شيء إنه يغير حياتك هنا وحياتك للأبد الدخول في القارب أو الدخول إلى القارب ومرة أخرى لديك هذا الخيار لكنه يغير كل شيء من هو القارب الذي ستختاره؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الكبير الذي يجب أن نسأله أنفسنا هذا الصباح هو القارب الذي سنركب فيه دعونا نقرأ الآية سي تاشر ثم جاء إليه معلم القانون وقال أيها المعلم سأتبعك أينما ذهبت رد السيد جيسوس الثعالب لها أوكار والطيور لها أعشاش لكن ابن الإنسان ليس له مكان لوضع رأسه هل فعلت؟ لاحظ ما قال هذا التلميذ ليسيوس هذا هذا قال المعلم سأتبعك أينما كنت تذهب ماذا فعل اليسيوس على الفور؟ قال لست متأكدة من أنك استفعل ذلك لأني لا أعرف أين سأضع رأسي الليلة وأنت لن تعرف أين أنت ذاهب لوضع رأسك الليلة إذا كنت تتبع لي الثعالب لها ثقوب الطيور لها أعشاش ولكن ليس لدي عش أو ثقب ثعالب سوف أعيش من أجل والدي أينما أرسلني؟ محترف ديني وأريد أن أشير إله محرف درف محترف ديني لأنه قد أكون الوعظ بعض المهنيين الديني لكنه جاء إلى اليسيوس يريد معرفة المزيد الآن كما تعلمون شيء لقد اكتشفت هو سفتمن أنه عندما تتبع الرب تحاول متابعته أنت فضولي بشكل لا يشبع تريد معرفة المزيد والمزيد عن اليسوع هذا الاحترافي ثمانين أراد رجل دين معرفة المزيد أخبرني المزيد كنت في الخطبة على الجبل لقد سمعت كل هذا الآن نحن هنا أريد أن أعرف المزيد أريد أن أذهب معك أريد أن أتعلم المزيد عنك أريد أن أصعد القارب معك هل أنت مستعد للصعود القارب مع الرب؟ لأن أنظر هذا المحترف الديني ها هو الشيء المثير فيما يتعلق به كان غير مقتنع لم يكن متأكداً مما يريد قال أريد أن أذهب معك قال يسوع نعم أعتقد أنك تريد ربما لا تريد كانت فترة من التردد اليوم أنت في مفترق طرق لأتخاذ القرار هذا هو اليوم الذي ستقرر فيه الصعود القارب مع الرب أو عدم الصعود القارب مع الرب للمضي قدماً معه أو عدم ذلك أو للتعلم المزيد عنه أو عدم ذلك هذا هو مفترق الطرق اليوم أعتقد أن ما قاله لهذا المحترف الديني بطريقة أخرى لتفسيره كان مدى استعدادك لمتابعتي هناك تكلفة إذا قررت اتباع الرب قد لا تجد مكاناً لتضع رأسك هذه الليلة قد تضطر إلى النوم بجانب الطريق قد لا تكون لديك مكان جيد لتتناول العشاء هذه الليلة إذا تبعتني هل أنت هل أنت مستعد لمتابعتي ما الذي تكون مستعداً لفعله هل أنت لأهناك تكلفة لمتابعة الرب سأقول هذا لك أجرين إلخي سمع لي نستول إلخي سمع لي نستول إلخي سمع ثم أتوارس لتتلقى إلا أن تتلقاه ولكن التلمذة ستكلفك كل ما تملك ستأخذه إنها مستهلكة تماماً التلمذة تستهلك حياتك بأكملها إذا أردت أن تكون في القارب مع يسوع فإنه يكلفك الكثير الآن كنا غير حكماء جداً كمبشرين خلال حياتي لم نخبر الناس بتكلفة التلمذة قلنا لهم تعالوا إلى الكنيسة وتعالوا إلى الكنيسة لأننا سنقوم سنفعل كل هذا لم نخبرهم بالتكلفة لا أتحدث عن أموالك أتحدث عن تكلفة الحياة تكلفة الوقت تكلفة مواردك كل شيء عندما تأتي إلى المسيح يكلفك كل شيء لا يمكنك أن تأتي إلى يسوع وتضع قدماً واحدة على الشاطئ وقدماً واحدة في القارب حاولت فعل ذلك مرة واحدة أصبت بالبل الشديد لا يمكنك الوقوف على الشاطئ وضع قدم واحدة في القارب عليك أن تأتي إلى المسيح وتضع كلتا قدميك في القارب ولكن الأمر يستحق ذلك يجب أن تصعد إلى قارب ما وسأحاول أن أقول لك أنه يجب عليك الصعود إلى قارب لأن المجاز سيقول أنك ستختار قرارا حياتيا ستتخذ قرارا حياتيا قرارا حيويا ستقرر شيئا وسوف تصعد إما إلى القارب مع الرب وإلى قارب آخر قارب الراحة قارب المتعة قارب القوة السمعة ستصعد إلى قارب ما أصعد إلى القارب أصعد إلى القارب مع الرب لا تبق على اليابسة وسأقول هذا بحرص شديد أريدك أن تسمعه أمن وأخطر قرار ستتخذه في حياتك هو الصعود على متن القارب مع يسوع هل سمعت يوما واعظا يخبرك بأنه سيكون خطيرا إذا أصبحت مسيحيا؟ إنه حاسة أبسكو عرين أنه في ذلك سيكون صعور سهنة لن يكون بسهل يواني ستفتك الشيء ويتصفك أشيك سياء لسيمركم بإنتهان ستسكلفك ولكن إذا جئت إلى المسيح ستركب القارب مع الرب إذا جئت وتتبع الرب الخلاص مجاني المسيح دفع الثمن كله ولكن التلمذة تكلفة وهي خطرة أريدك أن تسمع ذلك اليوم لأن معظم الدعاء في جيلي لم يصلوا إلى هذه النقطة على الإطلاق فما الذي يمكن أن يحدث إذا دخلت القارب مع يسوع؟ هل تقرأ الآية 21؟ ونحن نبحث عن إجابة على تلك السؤال حول ما سيحدث لي إذا دخلت القارب كيف سيبدو الأمر إذا كنت في القارب؟ ماذا سيحدث؟ دعونا نقرأ الآية 22 قال له تلميذ آخر الآن انتبه إلى هذا هذا تلميذ آخر غير معروف الإسم ويقول يا سيد دعني أذهب أولا وأدفن أبي ولكن قال له يسوع اتبعني ودع الموت يدفن موتاهم وأو إنها قاسية نوعا ما هل قال يسوع حقا ذلك؟ نعم فعل ذلك أليس كذلك؟ انظر ما سأحاول أن أقدمه هنا هو إقناعك بأنه إذا دخلت القارب مع يسوع الأمور التي تهمك حقا هي الأمور التي عليك القيام بها الأمور التي تهمك حقا قد تتغير من تكون أهدافك قد تتغير ما تقضي حياتك من أجله وما تقوم به قد يكون مختلفا إذا دخلت قارب يسوع عليك أن تكون جاهزا لتغيير الأمور في أي وقت أينما كانت مهما كانت لذا تأتي إلى المسيح بهذه التأكيدات المفتوحة نعم هذا الرجل هذا التلميذ الآخر جاء وقال أريد أن أتبعك يسوع أنا أحب ما تقوله أنا أحب ما تفعله أنا أفهم أنا أفهم ولكن أتبعك لاحقة سيغ المنزل وما تطرر حتى يموت والدي فتال أنه تقليد عائلتي أن نعتني ونعتني بوالدينا ونتأكد بأنهم يعتنى بهم في شيخوختهم وهو يتقدم في العمر ودي يتقدم في العمر وتعلم في يوم من الأيام سيرحل وأريد أن أبقى هنا وعندما يموت والدي وأدفنه وأرتب الأمور لأمي وأبدأ في ترتيب الأمور ثم سأأتي وأتبعك ماذا قال يسوع له؟ دع الموتى يدفنون الموتى إذا أردت أن تتبع الرب يجب أن تكون على استعداد للتخلي عن تقاليد العائلة يجب أن تكون على استعداد للتخلي عن تلك الأمور السيئة الطالة يتم استنتاجهم في حياتك قد لا تكون معقودة معقودة بعقد قد لا تكون مكتوبة بشكل جيد لكنها مستنتجة في عائدك سأفعل هذا هكذا نعتني بذلك بكبارنا هكذا نفعله قال يسوع أننا كل ذلك جيد لأنه ليس في أي وقم أو أي جيد وهذا ما يبحث عنه أنت تتحسن عندما أتخرج من الكلية عندما أربي أطفالي عندما أحصل على وظيفة أفضل سأتبعك يا رب ربما عندما أتقعد سأتبعك يا رب يا رب التأكيد عندما أكون على فراش الموت سأتابعك أشار يسوع إلى أن متابعته أهم من دفن أحبائه بشكل صحيح لا شيء يمكن أن يأتي قبله هذا ما يحاول أن يعلمه أتباعه لا شيء يعترض الطريق الأولوية الرقم واحد تقريبا دائما محبة عائلتك وقيادتها هما محور خطة الله لحياتك تقريبا دائما ولكن إذا لم يكن كذلك أن يجيذك في الأمر في أي وقت أن يكون على استعداد لقولي أي شيء في أي وقت في أي مكان هل تستطيع قول ذلك معي مرة أخرى؟ أي شيء في أي وقت في أي مكان أتحداك أن تدعو بهذا الصلاة هذا الأسبوع لا شيء يمكن أن يأتي قبله ترى إذا قادك الله إلى مكان حيث لا يمكن لعائلتك أن ترافقك عليك أن ترافق الله وبالرغم من صعوبة قول ذلك نادرا ما يقودك الله دون أن يقود بقية عائلتك لقد لاحظت ذلك طوال حياتي ومع ذلك في وضعي الخاص إذا سمحت لي بإعطائك مثالا شخصيا اليوم كلما قمت في السبعينيات حوالي عندما كنت في سن معينة لا أريد أن أخبرك في السبعينيات كنت أقوم بعمل الداعية سافرت في جميع أنحاء أمريكا وغنيت غنيت في إحياء وقدمت قيادة للكورالات وهذا النوع من الأمور واكتشفت أنه لا يمكنك أن تقوم بالدعوة وتبقى في المنزل هذا النوع من الدعوة كنت بحاجة للذهاب إلى هذه الكنيسة وتلك الكنيسة وتلك الولاية وتلك الولاية وأن أبتعد عن عائلتي كانت لدي زوجة شابة وطفلان صغيران وكنت أفتقدهم بشدة تلك الليالي الطويلة والباردة والفارغة في تلك الغرف الفندقية التي كان الجميع يبدون فيها متشابهين ويبدون بنفس الرائحة وفي كل مرة كنت هناك كنت أرغب فيهم وكنت أدعو يا الله ساعدني يا رب ساعدني على تجاوز هذا هذا صعب في إحدى الليالي هذا بيدي أقسم بالله كان هذا على سفرتي موضوعا بجانبي على سريري حيث كنتك نمت طالبا المساعدة من الله أعتقد أن سفرتي سقطت مفتوحة وهذا هو انقط كانت موضوع هناك ونظرت إليها قال يسوع الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو أراضيا من أجلي ومن أجل إنجيل الله إلا أن يأخذ مئة ضعف لقد قلت حسنا لقد فهمت لقد فهمت يجب أن أسلم الآن في وقت لاحق وعلى رتاحق ولكن هذا في أي وقت لقد صليت كلمة أينما كان متى أي شيء أينما تقودني يا سيدي صليت هذه الصلاة هذا هو جوابي الأزواج عيد الأب دعني أتحدث إليك لمدة دقيقة هل تعرف وظيفة الرجل في الزواج؟ هل تضع حياتك لزوجك؟ ممهم؟ أنت تضع حياتك هذا يعني أنك تعطيها جهاز التحكم عن بعد كيف يعمل هذا بالنسبة لك؟ أردت فقط التفكير في الأمر الآباء الحقيقيون يضحون حياتهم ليس يوس أولاً ثم لأسرهم ثم وظائفهم دعني أعطيك هذا هذا أمر وجدته في الكتاب المقدس الذي تقدم به إلى حياتي منذ البداية وزارة بلدي قلت الرب أنت أولاً أنت أولاً أنت كل ما كنت الأول ثم يأتي عائلتي وأخبرت كنائسي دائماً أنني رعيت أو أزور أو أياً كان ما أقوله أنا أحبك ولكن إلهي هو الأول في حياتي عائلتي هو الثاني وأنت الثالث وأنا بحاجة إليك لنعرف أن اليوم مثل كنيسة نهر الجنوب أنت الثالث في قائمة أولوياتي التي تأتي وراءها أسرتي تأتي خلف سيدي أنت الثالث وهذا هو الطريق سيكون دائماً عندما أكون أنا كان من شأنه أن يكون الأمناء والذين كانوا يحمون المكالمات وغيرها وأود أن أقول لهم دائماً بغض النظر عن ما نوع من اجتماع أنا في من هو في مكتبي أو أي كان عائلتي يأتي مباشرة من خلالي إذا كانوا يمشون في الباب يمشون إلى مكتبي فأنت تسمح لهم بالدخول إذا اتصلوا بالهاتف وألتقط الهاتف هاتف لهم على الفور لماذا؟ لأنهم أكثر أهمية في وزارتي وأولويتي أكثر من أي شيء آخر آمل الذي يشجعك ويواجهك التحديات لأن الحفاظ على الأسرة قبل حياتك المهنية لن يكون من السهل الآن دعني أتوقف وأقول أنني دعوت للقيام بأعمال الكنيسة لقد دعوت لتكون دينية محترف مثل هذا الرجل الذي نقرأ عنه اليوم تم دعوني إلى الوزارة ولكن كل واحد منكم مدعى للقيام بكل ما تفعله مهما فعلت كل ما تفعله إنها دعوة من الرب إذا كنت سائق شاحنة ميكانيكيك إذا كنت طبيبا محاميا أو صانع شموع اتصل بك الله إلى تلك الوزارة ولكن ذلك الوزارة التي أعطيت حياتك للقيام بها هي الثالثة التي تأتي خلف عائلتك التي وضعتها حياتك أسفل والرجال آمل أن تحصل على هذا اليوم قد يكون من الصعب القيام به ولكن بالتأكيد هو الهدف في القارب مع اليسيوس ستبدأ في رؤية العالم بشكل مختلف لذلك نحن ما زلنا نبحث ومحاولة معرفة الأشياء الأخرى التي يمكننا تعلمها حول ما يحدث إذا ركب القارب حسناً الشيء التالي الذي أريد منك أن تلاحظه هل ستظل العواصف تهددك؟ حسناً هل أنت مستعد لذلك؟ سيخبرك معظم الدعاء تعال إلى اليسيوس وانتهد جميع مشاكلك لا مزيد من العواصف مباشرة بعد أن نعمدك نسلم لك نظارتك الملونة الوردية ها أنت ذا لا أعتقد أن هذا حدث دعنا نقرأ الآية ثميش ثم وصل إلى القارب وتبعه تلاميذه هناك خطبة ثم وصل إلى القارب تنمين وتبعه تلاميذه فكر في الأمر الآن دعونا نستمر في القراءة ما هي الكلمة التالية في الآية أربرشين؟ فجأة أو بعد ذلك على الفور مهما كانت ترجمتك لذا لم يستغرق الأمر وقتا طويلا أليس كذلك؟ دعنا نقرأها فجأة ظهرت عاصفة غاضبة على البحيرة بحيث اجتاحت الأمواج القارب ولكن تم قتل اليسيوس النوم ما الذي حدث؟ كان الرب نائما الآية كسم صورشين ذهب التلاميذ وإيقظوه قائلين لورد أنقذنا سوف نغرق حسنا الآن اتباع يسوع لا يعني أنه لن يحدث عاصفة في حياتك إذا قيل لك هذا الكلام السخيف فهذا كلام سخيف حسنا هذه كلمة يونانية سخيفة تم ترجمتها من اليونانية تعرف ما أقصده وأنا مزارع وسأترجمها بشكل مختلف في المزرعة مقارنة بما سأفعله هنا في الكنيسة لكن هذه كلها أكاذيب لن يكون السير على طريق الرب آمنا كم استغرق وقت ظهور العاصفة؟ فجأة لذلك إذا قالت لك الكنيسة التي تحضرها أنه عندما تأتي إلى المسيح تنتهي جميع مشاكلك فيجب عليك نائس 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 لأنك تسمع الحقيقة أصدقائي بصراحة أعتقد أعتقد أن الأمور أصبح أصعب عندما تتبع الرب انظر لأن الرب يبدأ في تنقية زواياك الخشنة ويؤدبك كابنه إنه لا يؤدب أبناء الشيطان ولكنه يؤدب أبناء ولذلك عندما تبدأ في اتباعه ستواجه صعوبات العواصف ستظهر فجأة لذا تعال إلى المسيح وعش حياة سعيدة الإدعاء بعدم وجود مشاكل مرة أخرى هو كذب إنه ليس الحقيقة على الإطلاق انظر تخبيرنا الكتاب مقدس أن علينا أن نحمل صليبنا ونتبع يسور واو ماذا تعتقد أن الصليب يعني؟ حسنا إنها فقط إنها مجرد تمثيل للموت وسيلة لقتل الناس لذا خذ صليبك كرسيك الكهربائي سخذ إبرة في الذراع خذ حبل الإعدام الخاص بك أني يوى أتقطتها وترب في الفوند يتتبع الرب حتى قلتها لكن كان من الصعب حتى بالنسبة لي أن أقول أعلم إنه من الصعب سماعة عندما تتبع الرب ستموت بالطبع الجميع سيموت قد يضطر بعضكم إلى الموت بسبب الإضطهاد قد يضطر بعضكم إلى التخلي عن الذات للموت وهو عملية شرعية جدا في اتباع الرب هو التخلي عن الذات ستموت ولكن خذ صليبك والتبع يسوع أم في المسيح علينا أن نرتدي درعنا الكامل لماذا نرتدي الدروع لنتبع المسيح؟ لأنه سنذهبون إلى معركة لن نحتاج إلى درع الجيش إذا لم نكن سنحارب شيئا سنذهب إلى معركة التي قد تقطع رأسك وتدمرك تعالوا اتباع الرب وعيش بسعادة إلى الأبد حسنا نعم في الجنة ولكن هذا ليس الجنة بعد هذا هو مكان التحضير وعندما تتبع الرب قد يكون الأمر صعبا جيزس إلى القارب وإلى العاصفة أعبر بريثث لذلك لا أعرف مائفة إذا كان أي شخص أقل من رابل قلت لك سقفك من قبل أنه عندما تتبع المسيح أن تذهب السير معه في العاصفة ولكن صديقي أفضل أن أكون في العاصفة مع اليسيوس أكثر من أي مكان آخر على الأرض لهذا السبب قلت جيزس جيزس هو الشيء الأكثر روعة الشيء الأكثر خطورة يمكن أن يحدث لك أي وقت مضى في حياتك سيكون هناك بعض الأشياء المخيفة في القارب يمكنك الدخول معه يمكنك الدخول معه يمكنك الدبريشن أو تهين في أواخر أريس مال واحد فقط من بين كل أربع أربعة المبشرين نجى من عامهم الأول في جمهورية الكونجو واحد من كل أربعة مبشرين ذهب إلى هناك وعرفوا واحد من كل أربعة لن ينجو في السنة الأولى الانتقال إلى الكونجو البلجاني مربار أنه سيتم قتلها من قبل أشخاص لم يعرفوا لماذا كان هناك؟ لم نثق بهم ولم أكن أعرف لقد قتلوهم في عام 1266 توفي روبرت توماس على ضفة النهر خارج بونيانج أثناء محاولة السفر نقل الإنجيل إلى كوريا كلفه حياته لكنه كان على استعداد خمسة الرجال قتلوا برمح في عام 1856 أثناء محاولتهم مشاركة محبة المسيح مع قبيلة أوكا ترى الاستعداد الاستعداد للموت أثناء المحاولة هو قوي جداً وجزء مهم جداً من اتباع الرب يجب أن نكون على استعداد للموت أثناء المحاولة لقد كان دائماً مضطلبة لم يدعنا يسوع أبداً إلى حياة سهلة أبداً الكثيرون يعتقدون أن يسوع مجرد جد كبير في السماء وهو جالس هناك يحاول بكل ما يملك لجعل حياتك مريحة وسعيدة إنه ليس كذلك هذه ليست كلمات يونانية نترجمها بسخرية إنه ليس في الجنة يحاول أن يفهم كيف يمكن جعلك أكثر راحة إنه في الجنة يحاول مساعدتك إنه في السماء يحاول مساعدتك إنه في السماء يحاول مساعدتك على النمو وأن تكون شخص قوياً إلى الأبد أن تكون طفلاً لله الذي يمكنه الوقوف ومواجهة حيل الشيطان بدرعك الكامل لتكون رجل مسيحي حقيقي هذا ما يحاول فعله يسوع لم يدعونا إلى ذلك رجال حقيقيون آباء حقيقيون يدركون أن ما يطلب منهم هو التضحية بالنفس يطلب من الرجل أن يضع حياته كما قلت بواسطة جهاز التحكم عن بعد يطلب من الرجل أن يضع حياته أن يضع حياته من أجل عائلته أو أن تكون على استعداد للموت أثناء المحاولة نحن مدعوون لمتابعة الرب ونشر الإنجيل في جميع أنحاء العالم وأن نكون على استعداد للموت أثناء المحاولة وتريد تعلم أن ذلك يعني في العمل إذا قمت بالوقوف من أجل قضية المسيح قد تتعرض للسخرية أو للسخرية أو عدم الحصول على الترقية ولكن لم تدع إلى ذلك لقد دعيت لتكون مؤمنا ومسيحيا تلميذا في القارب مع يسوع في العاصفة ولكن هيا بعض الأخبار الجيدة عندما تدخل القارب معارض مع يسوع سترى أشياء مذهلة هل أنت ممل؟ هل يوجد أي شخص ممل؟ أركب القارب مع يسوع لن تكون بعد الآن سترون أشياء مذهلة يعني ستشهدون أمورا لا تستطيعون تصورها لن الآيات 26 أجاب أيها القليل الإيمان لماذا أنتم خائفون هكذا؟ ثم قام وعاتب الرياح والأمواج وكانت هادئة تماما فتعجب الرجال وسألوا أي نوع من الرجل هذا؟ حتى الرياح والأمواج تطيعانه يا ليت لو بقوا على الشاطئ ما كانوا سيروا هذا إذا كان هناك عاصفة رعدية اندلعت فوق البحيرة كان لديها الإمكانية للأعاصير والبرق والرياح كان لديها تلك القدرة لسكال كل شيء في طريقه ووقف يسوع في الكيربيبال كن هادئا وذهب فوق التلال فوق ذيل العربة الذي وراءها لم يفوتوا ذلك إذا بقوا على القارب على الشاطئ أنظر لقد كنا محظوظين جدا هنا في كنيسة الرعاة لقد شاهدنا معجزات الله مرارا وتكرارا أعني الحقيقية الشرعية المعجزات التي تغير الحياة ليس الخداع الزائف الذي يرجله أحيانا بل الشيء الحقيقي لقد رأينا لقد رأينا رجالا تغيرت حياتهم إلى درجة أنهم استعادوا عائلاتهم كانوا على وشك التمزيق والتفكك لقد رأينا تلك العائلات تتحول إلى قوية وحقيقية وكاملة وصحية لقد رأينا حياة كانت تتحطم على صخور بحر الحياة العاصف لقد رأينا تلك الحياة تتجمع معا ويصبحون أتباعا قويين للسيد المسيح لأنهم رأوا الرب يهدئ العواصف قد فعل أشياء مذهلة لقد رأيناه يشفي المرضى رأينا معجزة السخاء تنمو وتوجهنا لمن يعانون رأينا الناس يأتون إلى المسيح ويتحسنون أي نوع من الرجل قالوا أي نوع من الرجل يمكنه تهدئة العاصفة هذا ما قاله التلاميذ ما نوع الرجل الذي يفعل هذا حسنا ابن الإنسان ابن الله هذا من يفعل ولهذا أقول لكم نحن كنيسة يسوع نحن لسنا هنا للترويج لطائفة نحن لسنا قساوسة أو نمط عبادة أو نمط حياة الرعاة نحن هنا لنتحدث عن يسوع المسيح مع يسوع في قاربك يمكنك تحمل عواصف الحياة والتغلب عليها يا رجال إذا كنتم في القارب مع يسوع استمع لي بعناية شديدة إذا كنت في القارب مع يسوع وحياتك تتعرض للضرب بشكل كامل هل أنت جاهز؟ اذهب وأيقظ يسوع اذهب وأيقظه تقول لماذا كان نائما في قاربي؟ ليس لدي فكرة حسناً حذرج نطاق عملي أن أعرف ماذا يفعل الله ومتى يفعل وأين يفعل ليس من واجبي معرفة تلك الأمور مهمتي هي أن أفعل كل ما أريد أينما أريد كيفما أريد هذه هي مهمتي لذا إذا كنت في القارب الآن وإنه يتعرض للضرب بشدة اذهب واستيقظ يسوع لأنه عندما نحن يتعرض إلى العاصفة الحياة لا تكون مملة أبداً في القارب مع الرب حسناً ماذا يمكنك أن تعرف؟ سأنهي هذه الخطبة اتباع يسوع لم يكن خياراً آمناً أبداً إنه الخيار الأفضل ولكنه لم يكن خياراً آمناً أبداً ليس من السهل أن تكون رجلاً حقيقياً أو أباً حقيقياً ليس من السهل ولكن الله دعاك لتكون أباً يضحي بنفسه الذي يضع حياته من أجل زوجته وعائلته أطفاله حياتك يأتون في المرتبة الثانية في حياتك الله أولاً هم 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 بعدهم في القارب مع يسوع ستحصل على رؤية بعض الأشياء الرائعة هذا هو أفضل جزء أريد أن أخبرك به ستحصل على رؤية بعض الأشياء الرائعة اركب القارب اذهب حيث يرسلك وأفعل كل ما يقول الكيو وأبق حتى يقول انطلق دعني أصلي معك يا رب لقد أذهلنا هذا القصة منذ أن تمكن من سماعها في الكتاب المقدس قصة يسوع يتحدث إلى العاصفة عندما كان على وشك الذهاب إلى المدرسة إلى مدرسة الأحد كالأطفال قصة أن تتحدث إلى العاصفة وفي تلك القصة رأينا ابن الله يتحدث إلى الطبيعة رأينا ذلك يحدث الرب ساعدنا اليوم على اتباعك في قاربك للصعود على متن قاربك كلما قلت اصعد اذهب حيثما تأمرنا بالذهاب وفعل ما تضعنا هناك لفعله يا رب هذا ما نريد في حياتنا الماء الذي تمنحه لنا الماء الذي تمنحه لنا أينما كنا ومتى كنا وماذا كنا لأننا نحبك ونحن نعلم أنك تنمونا تبنينا لنصبح بح تلك الشخصية التي يمكنها اتباعك وتكون رفيقا أبديا لك يا رب هذا ما نريد باسم يسوع أمين ترجمة نانسي قنقر